السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية برنامج مبادرة افتخل ببنتك النهاردة معاكم في وقت جديد ان شاء الله يتابعونا يوم لتنين ساعة اثنين على قناة الصحة والجمال في البداية بشكر كل جروب اللي وراء الكاميرا وراء الكواليس طريق قناة الصحة والجمال على المجهود المبزول معنا النهاردة معنا فقرات مميزة النهاردة معنا يبقى يا رحب احنا معنا فقرة مساء الخير عليكم وحشتون جدا معنا فقرة مميزة جدا النهاردة غير كل مرة معنا فقرة تاتو طبعا طلع موضة جدا وكل ستات بتحبها النهاردة معنا فقرة لازم نتفرج عليها وكل يقعد علشان اللي عنده تاتو عايز يشيله حنشوف مدى الطبقات ان الصح اللي مفروض يعمله احنا معنا النهاردة فقرة جمدة جدا وانتي معاك ايه يا شايماء النهاردة احنا النهاردة معنا بروتين من شركة امب حاجة متمايزة جدا ازاي نعتني بشعرنا وازاي ناخد باننا من من التكسير ومن موجة ازاي نبان ناتورال شكلنا حلو معنا من شركة دكتور امب حاجات جديدة حاجات متنوعة في عالم الصحة والجمال معنا مرخصة كمان من مزارة الصحة الفقرة الثالثة معاكو نقدم لكو المسأل القضوة للشباب من محافظة البحيرة بلديات واكتخر محافظة البحيرة عامرة بالشباب الطموح محدث ولا حرج اسماء كتير دكتور احمد زويل اسماء كتير من البحيرة فأقدم لكو اخر فقرة معاكو بالشباب الرجالي من مبادرة التجميل نقدم لكو المسأل القضوة ليهم فقرة هتبقى مميزة ان شاء الله ومن هنا زي ما قلنا ان برنامج افتخر بمنتك زراع اعلامي لمبادرة التجميلية وما يحدث الان على صفحات السوشيال ميديا حدث ولا حرج اتمنى تكون كل زمالي لمشاهدين البرنامج ومتابعين مبادرة التجميل كوفير وافتخر ان انا بنتمي ليها وافتخر بيها رسالة بوجهها لزمالي خرج نطاق الحلقة وخرج نطاق الموضوع اللي بيحصل بالوقت على صفحات السوشيال ميديا احنا مهنة الصنوع الفرحة صنوع الجمال عايزين نحب الخير لبعض عايزين كل حد يكبر في شغله ونساعده ونقف جنبه حب الخير حيرجعلك بالخير اتمنى اتمنى كمان مرة كل ما نشاهد مبادرة افتخر بمنتك عن كتصحة والجمال هو ما ينتمي الى مجال التجميل حرام اللي بيحصل على صفحات السوشيال ميديا هنقدم تهنئة لزميلتنا الاعلامية يمان حجازي بنشكرها على زهورها معانا في الموسم الاول ومجهوتها الرائع الكل اللي يشيد بيه طبعا ايه رأت في الكلام ده الحبز بعتلها رسالة من هنا امان كنت منورانا واحنا فقدناك بس طبعا ان شاء الله تبقي معانا بإذن الله في الخير حاببتي اللي كانت مشرفانا امان حجازي وحشتينا جدا حشتينا جدا يامل فهلا تمام احنا ان شاء الله نطلع فصل صغير جدا ونرجعلكو باول فقرة معانا دكتور ام شركة مساهمة وفصل ونواصل معاكو برنسيس بيلا من تونس اول فقرة سنونة او اتروح في اي حت نرجعنا لكم تاني فقرة تهاني فقرة جديدة انضمت لبرنامج ومبدرة افتخل بي منتك هنرى اتشاهد الصور النهاردة في تهاني عيد ميلاد وعيد كمان اجمل التهاني لنجلة الشقيق الأستاذ عوض صبري مدونة عزيز الف مغروق للزفاف السعيد وكمان بنهني لحفيدة الفنان او الصديق الأستاذ عوض صبري بنسبة عيد الميلاد التوقم هنشوفه الصور على الشاشة ان شاء الله وبرنامج افتخل بي منتك وطأم العمل كله بيهنئ لستاذ محمد شرف لنجاح المهرجان فاشن ستار مهرجان كان مميز وكان جايب لنا كوكبة من النجوم استاذ محمد شرف طبعا على الشاشة معنا كوكبة من الدول العربية فاشن ستار الف الف مغروق استاذ محمد شرف وبرضه هنشوف الصور معنا التانية ايه ركل المهرجان فاشن ستار والله كان حاجة مشرفة جدا يعني عايز اقولك الف مبروك لان استاذ محمود السيرسي والاستاذ راندا على ايفنت يوم اربعة احداشر في نون التجميل وتزيين في الوطن العربي بنبارك لك يا استاذ محمود وفترة البرنامج معنا بنشكرك فيها جدا الموسم الاول والمزيع الجميل امان حجازي بنشكرك على الموسم الاول معنا وبالتوفيق في حياتك العملية والمهنية بتمنى لك كل خير والاستاذ راندا الاستاذ راندا برضو بنشكرك على موجودة في الفترة الاولينية في مبادرة تتخذ بمنتك والعروسة مدونة عزيز الف مبروك فقرة التانية فقرة جديدة بتنضملكو والتوأم الجميل عبال مئة سنة عجميلاتهم وصورة اخيرة للأستاذ محمد شرف الف مبروك كما مرة النجاح مهرجان فاشن وستار وده وجود مبادرة تفتخر بمنتك الشباب المويدين في كل المحافل بيحضروها وده اخر حاجة بنقدم لكارة كفر سلمون ومجلس الادارة لأستاذ طهر حبيب وحسن شبل وحمد ياسر المجهودهم الرائع في خلال السنة عملوا ثلاث دورات احنا مندعم الشباب في المبادرة الرياضية بنشكرهم وبنشكر شباب كفر سلمون على الصورة المشرفة وبنرجع بقى تاني لبرينسيس بيلا دكتور ام شركة مستحضرات تجميل مرخصة بوزارة الصحة ده اللي احنا محتاجينه يرحب طبعا في مصر دلوقتي اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بتونس واهل تونس اهلا وسهلا من ورانا والله بنورك انا شايفة بقى منتجات النهاردة يعني حضرتك انتي طبعا عارفة التروتين ومن نسبة للكرياتين طبعا بقى ما فيش حد بقى يستغنى عنه بس فيه ناس كتير جدا واحنا تكلمنا في حلقات قبل كده ان فيه ناس بتستغلي طبعا اللي احنا فيه فبيدخلوا منتجات تانية ما بتبقاش حلوة بتتعمل تحت السلم فاحنا عايزين نعرف المنتجات دي حضرتك انتي بتقولين هي مصرحة كلام جميل انا نهاردة بحكم انا ومثل شركة الدكتور ام شركة استاذة اشرف ميليكا الدكتور دكتور محترم غني عن التعريف بحكم انا ومثل الشركة ده بروتين بسمح لي اعتملك البروتين انا خضرتك وقع لي كده او عجل خضرتك مشي طب حديد بطل كلام اعلي بس كده وكملي ده المنتج البروتين ده البروتين البروتين العالمي بتركبته اللي هو فيه سبع سيكيور الدكتور عام سبع سيكيور والسيكيور التام الخاص بالدكتور بروتين حلقي بروتين العالمي يفرد ويعالج الشعب في نفس الوقت لاحتوائه عن نانو تيكلولوجي والبرولين بروتين تان والخلايا الجزعية من خلايا الجزعية ده دي حاجة جديدة جيرا ان احنا بنسمعه لا ده جديد خلص ده اساسم الدكتور الدكتور التميز بانه بيتق الله في الشعب المصري اساسي هو حبه للوطن زيادة ومصمم انه يعمل بروتين مصري ويبرز للعالم كله انه مصر بخير ومصر انها بتقدم حاجات مش موجودة في العالم احنا طبعا منشجع شركة دكتور ام دكتور اشرف ماليكة فعلا بيقدم لنا بيساعد الاقتصاد المصري بيساعد في حاجات كتير ان احنا بنحارب ظاهرة البروتين المصارطة اللي بخش مهرب وللأسف حدس ولا حرج على المالين اللي بتتعامل في الايفنتات على يعني براند بروتين ما يكونش مرخص وزارة صحة وبتعامل في برستين فاحنا بنشجع طبعا دكتور ام بوكيلة الحاصر بلأسف بيلا منورانة اشرحلنا بئية المنتجات زي ما انت كده وانت قعد اشرحلنا برضو المنتجات اوكي عندنا احنا كتير منتجات ده جزء من المنتجات اللي عندنا عشان هو اساس المنتجات اللي عندنا كلها علاجات بشر وشعر تتقل المنتجات كلها علاجات اللي هي الالاجات اللي احنا بندفع فلوس كتير وكمان عندينا مشكلة كبيرة قوي مشكلة الاشرة والاشرة كمان بتلاقيها بتزيد اكتر في الشتا هو ما بين السيزون الصيف والشتا طبعا الاشرة بقت فضيعة والناس كلها بتشتكي من الموضوع بصي حاضرتك عايز مقالك على حاجة اهو مش كوستشن ان السيزون كوستشن ان الشعر الدهني بيفرص طبقة انا بكلمك بصور علمي الطبقة في الصيف بتسيح بتعمل ريحة زنخ صح بتشمي كذا واحدة شعرها بيبقى ريحة مش حلوة عمل اللي هي زي سملة سيحة احنا بنستغل بقى وجدك معنا عايزين وصفة سريعة كده للاشرة انا بتكلم سريعة والله انا كل اللي انا عايزة اوصله اوصل المعلومة دي بطريقة فكرية وانت معاي بطريقة العلمية علمية فكرية تمام احنا الطبقة دي في الصيف ما بنحسش بها احنا في الصيف ما بتلاقيش واحدة اقولك انا معاني من الاشرة لالحرار شعره بيخسل شعره باستمرار مش مش هور يخسل شعره لانه في الشتا الاشرة دي الزيت الطبقة اللي هي الشعر اللي هو الدهني كتير بيفرز طبقة في الشتا بتحول ياشرة طب ما عليش هستأذينك طب مش المفروض ان المادة اللي بتفرزها الشعرية دي اصلا هي بتعالج الشعرية؟ لا ده لو الزيت الشعر بحد نفسه بس ده اللي هو بيتحول لاشرة هو الشعر اساسا بيفرز الزيت اللي هو حماية الشعر البصيلة بينما انا بتكلم عن الشعر الدهني اوبر زيادة او سيل الفطرياط او بكتيريا لا بتبقاش دي بقى حاجة تانية او ممكن تكون فطرياط او بكتيريا تجاهزينا الوصفة دي نكمل بقى المنتجات بتاعة الدكتور ام الحصر اليوم احنا عندينا ده اللي هو شامبو القشرة الشامبو ده الشامبو في متناول الجميع الاسعار مفتناول الجميع الاسعار في متناول الجميع الشامبو ده احنا عارفين كل اتأكد ان هو اصلي ازاي عايز اقوله على معلومة مهمة جدا احنا شامبو القشرة كلنا عارفين شامبو القشرة بيينشف الشعر بالعكس ده ما بينشف الشعر ما بيعمدش متيجة برضه بصي ده بيطر الشعر وكمان الشعر ما بيخليش يبقى الصرع المنتجات دي تتبع فين؟ يعني دلوقتي لما المشاهدين بيشوفو وعايزين يجربو معانا حصري مع دكتور ام والوكيل الحصري برينسيس بيلا صح كده؟ تمام تمام كملينا بقى لبقيت المنتجات زي ما انت كده بالشرح اوكي اشرحينا كده وانت شايف اربع فطع ده احنا عندنا ده موسك الدهب الموسك الدهب ده بياخر الكبر في السن انا اعرف طبعا التجعيفة التجعيفة في الوش المنتج ده موسك الدهب احنا بنسمع عن زمانك ليو باترة مش كانت بتستخدم موسك الدهب بالليل قبل ما تنام على وشها دي حقيق اللي ايه؟ بيشد البشرة بيخلي النضارة اللي هي تشد البشرة احنا بنرجع على الحاجات دي دي برضو حاجات منتجات طبعية جميع جدا وبعدين ده على قد ما بتسيبه ما بيترصبش بيفضل زي ما هو بيزود طبقة الاكسيجين تحت الجلد بيفتح البشرة وبينعم بشرة زي ملمس لبيض ويس يعني فيه تلكت خوائد تمام احنا عندنا ده الفينيشوب الفينيشوب ده بيتستخدم على البارد وعلى الساخن اللي هو ازاي؟ بيستخدم علاج زي الترميم للشعر بالمكوى يعني بالمكوى انه بيلم التقصف التقصف بتاع الشعر ده غير البروتين خالص ده هو بميعاد البروتين بس ممكن تستخدمه كالاج يومي وممكن انك تستخدمه ببنيت معلشان اسفل هيتحط على الجذور ولا على الشعرية كلها على الجذور وشعر مبلول ويتامل مساج ومبعد المساج عشان المسام يفتح فيبتدي الفروة تتغز هو كمان بيزود الانبات بيزود الانبات بالنسبة للشعر لا يتساقط لأ معنا مفاجئات كتير منتجات دكتور ام نهارده كاميلي بقى بيات المنتجات معنا ده سيروم اهلا عندنا سيروم السيروم ده جميل جدا السيروم ده بالنينو تكلولوجي اللي هو ما بيسبش قصار الزيت على الشعر ده بيستخدم بعد الشعر ولا مش عايد يستخدم قبل البرشان قبل الاستشوار عاديت ممكن تستخدميها اللي هو قبل السشوار وتعملي السشوار وبيغلب الشعر منها يا شيء حلوة قوي ما يزايتش خلص لا ما بيزايتش يعني حاجات كلها يا جماعة لا أحاجات كلها مكلفة منأكد على الأسعار في متناول الجميع واللي عايز القصر يتواصل مع بلانسيس بيلا الوكيل الحصري دي الدكتور تمام وعندينا ده المسك المسك ده بي نعم الشعر بيتساب نصو ساعة على الشعر مسك شعر مسك شعر ده من مجموعة الأفتر كير احنا عاملين عرض حالياً الفترة دي الأفتر كير عرض جميل جداً في متناول الجميع خلوة قوي ايه هو العرض بقى عشان الناس تستفيد العرض اللي هو الشامب والبلسم والسيروم والحمام كريم ومسك الدهب وفي نشاب كله بيسعر السعر الجملة تمام طبعاً احنا حدثوا لحرج على أسماء كتير ومنتجات كتير ودلوقتي حتى احنا بنهزر مع بعض اللي عنده بنت صغيرة بيسمي البروتين بيسمها اللي عنده اسم انت فهمها الكومنتات دي في المصريين صحة صحة طبعاً لما بنلاقي منتج مرخص وزارة صحة وبيساعد الدولة في دولار والحاجات اللي هنكلم بي طبعاً أحب أولاد البلد بنكلم على أنا عايزة أقول لحضرتك حينجا المنتج ده عالمي تمام يعني مش موجود في مصر بس مش موجود في كذا مش موجود المنتج ده عالمي وأنا أساساً الدكتور عمل سبع سكيور عشان صعب اختراقه أوكي ولمنتج ده حلقه ما نشافي علامة مائية على كل باكتج عشان ما حدش الجزور بتركيبته نينو تيكلولوجي أنت عارفة ما هو نينو تيكلولوجي؟ طبعاً أنا ما تسمعيش عن نينو تيكلولوجي لأ أنا سمعني أنا في المجال فعرفة طبعاً النينو تيكلولوجي هو تصغير الجزيل الجزيل اللي هو الشعر البصيلة عشان عالق الشعر الشعرية بتلاقيها مجزرة عملا زيك اينا اينا طبعاً احنا عايزة احنا بننا وقت كتير إن شاء الله ووعد اللي دكتور أم حاصري لبرنامج بتاخر بميتك قلنا بقى بالحاصري المنتج مرخص وصالة صحة لينا فقرات تانية معاك كتير إن شاء الله احنا لدينا كتير حاجات عشان احنا لقعات دمانينا بكرة مش هنخلص زا في عندنا كتير وفاجر عادة معاكي حلوة جداً انا واحدة من الناس جماعة هنأخذ عرض مرش دعوة لا لا يعني هنجربه داتا كريم شرفي لدكتور أشرف مليكة ممكن تسلمي بالنيابة عننا خليجي زي ما انتي زي ما انتي ده تكريم صغر كده لدكتور أشرف مليكة تكريم شرفي لمنتج مصري مرخص وزارة صحة احنا معاكم في مغادرة افتخر بميتك بنشجع المنتجات المرخصة وزارة صحة لنقاء تانية مع برانسيس بيلا ان شاء الله استنونا متروحش في اي حتة فاصل ونوصل